السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الصغار اشتقت إليكم كثيرا أتمنى أن تكونوا بألف خير يتجدد اللقاء بكم في سلسلة الدروس عن بعد المجال اللعب والمرح الوحدة السادسة المكون استماع والتحدث الموضوع عدنان والبهلوان للأسبوع الثاني بداية سوف نستحضر أهم الكلمات التي تعرفنا عليها في الحكاية بهلوان أعزائي الصغارات يعزف يسافر يحمل يتحلق يمرحون يلعبون أعزائي الصغارات تركيباً تركيب هذه الكلمات في جمل مفيدة ومن الأحسن أن تكتبوها في دفاتركم ممتاز أحسنتم بعد أن استحضرنا أهم الكلمات سأعيد قراءة الحكاية من جديد أدعوكم أحباء الصغار أن تستمعوا جيداً حكاية عدنان والبهلوان كان يا مكان كان في قديم الزمان رجل اسمه البهلوان يسافر من مكان إلى مكان يحمل معه الكمان يعزف عليه أعذب الألحان كان البهلوان كلما حل بحي أو قرية يتحلق حوله الأطفال فيمتعهم ويسليهم بألعاب وأحجيات وأجمل الحكايات وذات نهار حل بدوار فرأى الأطفال يمرحون ويلعبون إلا طفلاً كان يجلس وحيداً تحت شجرة وهو حزين تل البهلوان من الطفل مبتسماً وقام أمامه بحركة أضحكته ثم صافحه وقال له أتسمح لي بالجلوس قربك؟ أجاب الطفل تفضل قال البهلوان أنا البهلوان أجاب الطفل مرحباً وأنا عدنان قال البهلوان تشرفت بمعرفتك قل لي يا عدنان ما العدد الذي يشكله الرقمان واحد وواحد قال البهلوان قال البهلوان ضحكاً لا بل أحد عشر أجاب عدنان مستغرباً ماذا؟ قال البهلوان أنا قلت لك واحد وواحد أي واحد بجانب واحد وليس واحد زائد واحد ضحك الاثنان وقال عدنان للبهلوان عندي لك طلب قال البهلوان أطلب ما تريد يا عدنان قال عدنان أتلعب معي؟ أجاب البهلوان ولما أنا هنا سننضم إلى الأطفال ونلعب ونغني جميعاً أجاب عدنان فكرة رائعة هيا بنا ونلعب ونغني بعد استماعكم للحكاية من يذكرني بشخصيات الحكاية؟ زمانها مكانها والأحداث التي دارت فيها نعم شخصيات الحكاية البهلوان جيد و عدنان ومن أيضاً؟ الأطفال أحسنتم زمانها هيا تتكروا جيداً نعم في الصباح مكانها في القرية جيد أذكروا لي بعض الأحداث نعم كان البهلوان كلما حل بحي أو بقرية يتحلق حوله الأطفال نعم ليمتعهم ويسليهم عدنان يجلس تحت الشجرة وهو حزين دنى البهلوان من الطفل مبتسمة طلب عدنان من البهلوان أن يلعب معه هيا صغاري لنلاحظ هذه الخطاطة ونتأكد من إجاباتكم نعم إذن أحسنتم إجابتكم كانت صحيحة جيد صغاري بعدما تذكرنا شخصيات الحكاية زمانها مكانها والأحداث التي دارت فيها الآن سننتقل إلى البنية السردية للحكاية البنية السردية للحكاية تتكون من بداية الحكاية توالي الأحداث العقدة أو المشكلة الحل والنهاية الآن سننتقل إلى بداية الحكاية من يذكرني ببداية الحكاية؟ نعم البهلوان يسافر من مكان إلى مكان نعم وماذا يفعل؟ ويعزف على الكمان أعذب الألحان جيد سننتقل إلى توالي الأحداث بعدما كان البهلوان يسافر من مكان إلى مكان ويعزف أعذب الألحان كان الأطفال يتحلقون حوله فيمتعهم ويسليهم إذن يتحلق الأطفال حول البهلوان فيمتعهم ويسليهم جيد الآن أحبائي سننتقل إلى العقدة أو المشكلة عقدة حكاية عدنان والبهلوان ما هي؟ نعم جيد إذن العقدة هي أن عدنان كان يجلس وحيداً تحت الشجرة وهو حزين نعم سننتقل الآن إلى الحل ما هو الحل في نظركم؟ نعم صغاري جيد لأن عدنان طلب من البهلوان أن يلعب معه جيد فقال البهلوان هيا نلعب ونغني مع الأطفال أحسنتم شيد أحباء الصغار الآن سننتقل إلى النهاية فرح عدنان نعم بعدما كان حزيناً وجالساً لوحده فرحاً وقال فكرة رائعة هيا بنا نلعب ونغني نعم سيلعب ويغني مع الأطفال بعد تعرفنا على البنية السردية للحكاية الآن سنتعرف على القيم المروجة في الحكاية فأول قيمة ممكن أن نستخرجها من الحكاية هي المشاركة في اللعب أي أن أشارك سملائي في اللعب القيمة الثانية الترفيه عن الحزين أي التخفيف عن الحزين وما إلى ذلك ثالث قيمة الإيمان بروح الفريق وفي الأخير أحباء الصغار سأطلب منكم أن تقوموا بسرد مقاطع من الحكاية بأسلوبكم الخاص ومن الأفضل أن يكون ذلك أمام آبائكم إلى اللقاء أحباء الصغار وأتمنى لكم رمضان مبارك سعيد نس foreign موسيقى 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 موسيقى